سعد سر الختم يقول هل الصلاة الإبراهيمية في الصلاة فقط في الجلوسين في الصلاة وطبعا عندنا الدعاء بعد الأذان نردد في الصلاة الإبراهيمية لكن عندما نصلي خاصة عند كتابتها مثلا والحمد لله الآن في الفيس نصلي كثيرا على رسول الله أحد الأخوات نبهتني عندما كتبتها أنها في الصلاة فقط لا ليست في الصلاة فقط الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموفق من عباد الله ومن يحرص عليها ولها عدة صيغ مثلا في الصحيحين الحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه من يقول اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك وباء وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأيضا من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه من يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ومن حديث أبي هريرة من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقول اللهم صلي على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وثبت أيضا أنه كان يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه علم الناس أن يقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه وقام محمودا يغبطوا به الأولون والآخرون كل ذلك مشروع إن شاء الله